السلام عليكم. آآ دلوقتي في مشكلة آآ قبلتنا اللي هي في البروتوس. وفي مشكلة تانية برنامج. الرسالة دي. الفايل ده مش لقيه في بس. ندوس اوكي مسلا. نجي نفتح. بروجيكت. طبعا مش لاقيه هو الداتا دي. نجي نخش هنا. ايش? هاك. طيب. كده هو مش شافة الله يبرك. طب انت اصلا لو عندك مكتبة وعايز وعايز نزلها في في البروتوس. دلوقتي لو دخلنا على الفولدر. ما فيش فولدر هنا. صح? طيب. الحل بتاع كل الحاجات دي ايه? انت اللي هو بتاع البروتوس. تماما نختار بروتوس تمانية. هناخد كل اللي موجود هنا. كوبي. طبعا هو اصلا بيدور على الفايل بتاع اللايبراري مش موجود. اللايبراري كلها هي. بيدور على الفايل بتاع التمبلتز مش موجودة. وهي كلها هنا هو. تمام? فاحنا اخدناهم كلهم كوبي. هنرجع تاني. للسي للبروجرامز فايل. هنفتح اللاب سندر. هنفتح بروتوس ايد بروفيشنال. تمام? وهنعمل فولدر جديد. نسميه داتا. كله كابيتل. وهنفتح الفولدر. نعمل بست. الملفات. وخلص هنا تقريبا قرار بيخلص. بس خلص هو خلص. فانت لو عندك اللايبراري عايز تحطها في الفولدر. هتلاقي ايه هنا اهو. هتلاقي اللايبراري. هطي فيها اللايبراري الجديد. الاول دي ما كانتش موجودة. تمام? هتقفل ده كده. يعني خطوة كده زي ايه ده ممكن تعملها تبقى افضل. هتدوس كل الكيمين تجيب روبرتس. هتختار كومبيلتي. هتخلي دي على متسع. والدوس اوكي. تمام? نجي نفتح. طالب مطلعش رسالة لكم هتظهروا في الاول. نجرب كده نفتح ملفة جديد. نجي نختار ندور مسلا على على حاجة. مسلا اي سي سبعة ثمانية زيرو وخمسة. موجود اهو. مسلا كباستر. موجود اهو. بشغال عادي ولا في اي مشكلة. شكرا.